السلام عليكم اليوم عنا افكار كتير حلوة كتير بسيطة وكتير غنية اذا ما استفدت من اول فكرة اكيد رح تستفيد من الثانية او حتى الثالثة حطودي لايك من ايديكم الحلوين وخلينا نباشر بالافكار بالنسبة للفكرة الاولى فكرة حسميها فكرة لشهر فكرة رمضانية بالاحرى لانه عندي اليوم متل ما شيفين علبة خاصة لمراء الدجاج انا من الاشخاص اللي كتير بنسى اوقات بحط العلبة باخد مثلا قطعة واحدة من مراء الدجاج وبخلي القطعة التانية بالعلبة فبفكر بعدين انه انه فيها قطعتين فكر ملاك قررت اني اعمل طريقة انتو كمان رح تستفيدوا منها اني حط بكل علبة مثلا انا استفدت او استخدمت قطعة واحدة من مراء الدجاج بيقى قطعة اني لا بدي انا حطها بالعلبة الكاملة وفكر انه انا عندي قطعتين فكر ملاك قررت اني اعمل طريقة وحطها طبعا هيك رتبهم بشكل كتير حلو اني جيب الكارتوني بهيدا الشكل وقصة بهيدا الطريقات استخدم قطعة من مرأة الدجاج القطعة الثانية بحطها بقد حجمة بهيدا الشكل مجرد ما اني مثلا افتح البراد او التلاجي او حتى افتح عندي ظرفة المطبخ لشوف مثلا اذا عندي زيادة مكعبات مرأة الدجاج فبلاقي مثلا عندي مكعب او مكعبين فما بضيع بالموضوع وبفكر عندي مكعبات كتير بحال طبعا كان عندي العلبة الكاملة فهيدي ابسط طريقة واسهل طريقة جربوها ورح تستفيدوا كتير شو رأيكم بها الفكرة؟ اذا عجبتكم حطوا لايك وعملوا شير واذا مشتركتوا زال اشتركوا ليصلكم كل جديد خلينا ننتقل فورا للفكرة اللي بعضا الفكرة اللي بعضا فكرة كمان حلوة للسيدات اللي بيعانوا كتير من تنظيف المبرشة كلها يتنا عنا مبرشات بالبيت نقطع فيها بصل جبنة او قطبة نضورة يعني في كتير قصص منقدر نستفيد منها فالسيدات بينطفوها او اكتر السيدات بينطفوها بالسلك او بالسيفة فهيدا غلط اصلا ما بتنضاف وبيصعب علينا تنظيفها كتير فاسهل طريقة هي تنظيفها بفرشات الاسنان جيبوا فرشات اسنان خاصة للمطبق خاصة للقوان المنزلية وحطوا عنكن بالجرور او بالدرج ورح تستخدمها وتستفيدوا منها كتير فالفرشات الاسنان رح تدخل لكل الزوايا الموجودة داخل المبرشة متل ما شايفين وما بتترك فيها ولا قطعة خضرة ولا قطعة جبنة ولا قطعة بصل نهائيا نهائيا فكرة كتير حلوة انتقلنا هلأ للفكرة اللي بعدها الفكرة اللي بعدها فكرة كتير حلوة انا من الاشخاص اللي بعاني كتير بقصة البيض عندي ولادي عندي ابني الصغير مرة كستر البيض كله بقلب المطبخ كلمالك قررت اني اعمل منظم خاص للبيض جبت هون عندي متل ما شايفين قنينة زيت متل ما شايفين فتحتها وغسلتها كتير منيح من الداخل كلمال حط بقلبها البيض فتحتها بهيدا الشكل من فوق غسلتها ونشفتها لانه بدي دخل الى داخلها البيض فكرة كتير حلوة يمكن تعجبكم انه جربوها انا بصحكم انت جربوها بهيدا الشكل اللي رح تبعد البيض عن ولادكن واكيد انتو يمكن صارت معكن كتير بالبيض بتبعدوهن عنوة يناول ايدي الاطفال واصلا البيض ما بينحط بالبراد بالسقعة نحنا اصلا الدنيا سقعة فبهيدا الوقت بفصل الشيطة بنحط البيض خارج البراد فهاي طبعا اه كلمان نحافظ عليه ازا حطيني بالبراد بيسقع كتير بطل نقدر نعمل في حلوية فاهم شي ضال بحرارة الغرف خاصة بفصل السقعة فصل الشيطة حطيني هون حطيني البيض بهايدا الشكل شفتوا منظم كتير حلو وحتى شكلوا هيك ملفت جربوا الطريقة ورح تستفيدوا كتير فيكنوا تحطوهم بكذا انينة فيكنوا تحطوهم بانينة واحدة متل ما شايفين طريقة كتير حلوة وفكرة كمان غريبة ونوعا ما نقدر نحمل البيض بعيدا عن نحطهم يعني بعيدا عن متناول الايدي الاطفال متل ما شايفين وكمان منستفيد انه من مساحة ما بياخدوا عنا مساحة كتير بالمطبخ شو رأيكم بهيد الفكرة كمان اذا حبيتوا الفكرة عملوا لا شير بسرعة واذا ما اشتركوا نزال اشتركوا واكيد حطولي لايك من ايديكم الحلوين والباقيين انا البيض رح حطهم بميلتين الفكرة اللي بعدها فكرة كتير حلوة رح نعمل منظم خاص للصواني متل ما شايفين كلنا منعاني من هيدا الموضوع ما في سيدي الا ما بتعاني من هيدا الموضوع في ناس هيك سيدات بحبوا يحطوا الصواني عندهم على المجلة او على الحود او حطى يمكن على الطاولة مثلا هيك بيحبوا بيرتبوا فبيصر في انزلاق لقلهم فاسهل شغلي هيدا التعليقات تعليقات صغار ما بعرفوا انتو بتقولولن او شو بتسموهن منجيبونه منحطهم بهيدا الشكل متل ما شايفيني منلزقه هي بتجي الى استريتش من تحت منشيله وبتنلزق او بحال ما الى فيكن انتو تلزقوها بتلزق الشمع او بالشمع فيكنو تحطوا عليها التلزق السريع المهم انكن تلزقوها اه ومتصير ما نحط الصواني عليها نقدر نحط مش بس صونية منقدر نحط فيها ثلاثة اربع صواني حسب حجم هيدا التعليق اشوفوا شو حلوة هالفكرة انا متاكدة انها عجبتكن ورح تعملوها بالبيت كرميل هيك هلا بسرعة اعملوا لايك للفيديو شفتوك كاسة صونية منقدر نستفيد منها شو رأيكم بهيدا الفكرة الفكرة اللي بعدها هاون عندي هون هاون هايدا بيستخد بولا التوم كمان بصير الو ريح التوم ازا عنكن انتو الهاون او مدقت التوم الخشب ومزعج كتير ريحتها بيدال قد ما جلينيها قد ما نضفنيها بيدال ريحة عليها التوم فكرميل نتخلص من هيدا الموضوع شوفوا شو رح اعمل انا هون ما عندي هاون او ما عندي مدقة التوم خشب عندي الهاون لنحاس بس رح فرجيكم على طريقة لتقدروا تشيلوا رائحة التوم المزعجة من مدقة التوم الخشب وقت نحطها بالدرج او بالجرور مع مثلا معالك الخشب او هيك فبتطلع ريحة التوم فهون احنا حطينا قهوة القهوة بيسحب كل رائحة التوم من الخشب او من مدقة التوم الخشب فطريقة كتير سهلة شوية قهوة كتير فكرة حلوة رح اعقلكم فكرة تاني بهايدي او تلات افكار هايدي اول فكرة الفكرة التانية حتقولولي ليش يا جمانة حتى القهوة مش حاطيتهم مباشرة كلها ايتهم بقلب المردبان الخاص رح اعقلكم بحال نحنا جبنا القهوة وحطيناهم بالمردبان يعني فرغناهم وشلنا الورقة الخاصة للقهوة ورمينيها رح تاخدوا رتوبة طعمة القهوة رح تتغير انا هيدول افكار قيليتهم قبل بمرة بس حبيت لكم دا الناس اللي هلأ عم تتسئل ليش انا عاملي هيك فما بحطوا مباشرة داخل المردبان ابدا 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 بعملها بهيدا شكل وبدخلوا بنزلها كليتا بتضل ريحة القهوة غير شكل بتضل طعمة القهوة كأنها طازة رح اقلكم كمان على شغلة حتلاحظوا انه عندي هون حاطة نايلون غذائي متل ما شايفين هيدا اللو تقريبا حاطيتو شي جمعة لا اسبوع على الزبط اسبوع وعندي هون هيدا المردبان حساس كتير لونه اسود فأي نقطة زيت بتبين عليه الغبرة ببينه عليه فأنا بحميهم بهيدا الشكل كل جمعة جمعتين بشيل او بشيل النايلون الغذائي وبرمية فأنتو عملوا كمان هيك بحال مش درور يكن لونه اسود اي لون بيكون موجود هادي افكارنا الى اللقاء